أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف أن وزارته تبذل كافة الجهود لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين العملية التعلمية بصفوف الدراسية المختلفة جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع محافظة الشرقية حازم الأشموني لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد كما شهد اللقاء استعراض الإجراءات التنفيذية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية والعجز في عدد المعلمين وجذب الطلاب للمدارس بالإضافة إلى ضمان انضباط سير العملية التعلمية في إطار زيارة محافظة الشرقية قام الوزير بجولة تفقدية لمدرستي الشهيد عقيد طيار هشام حسني بيومي وتابعة لإدارة غرب الزقازيق التعلمية ومدرست الزقازيق الثانوية بنات وتابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية